الآن مشاهدين إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية نبدأها بمقال جيمس فيغمان في نيويورك تايمز تحت عنوان يمكن لبايدن أن يرمي ما ما كسره ترامب يقول تم قياس العدل التنازلي لرحيل ترامب أولا بالأسابيع ثم بالأيام ثم بالساعات والدقائق وكأن الأمريكيين كانوا ينتظرون عاما جديدا لم يكن الأمر مجرد رغبة شديدة لدى أكثر من 81 مليون أمريكي لطي صفحة إدارة بغيضة بل كان خوفا مما يمكن أن يفعله ترامب أثناء الفترة المتبقية له في السلطة نضيف الكاتب شيء واحد لم يقله بايدن في خطاب التنصيب وهو اسم سلفه الذي غادر واشنطن قبل ساعات في تصرف جبان وطفولي لقد كان ذلك ختام إخفاقاته التي استمرت أربع سنوات في أداء المهام الأساسية للمنصب الذي شغله وتبع الكاتب الآن بعد أن غادر ترامب منصبه أصبحت أمام الرئيس بايدن فرصة لقيادة أمريكا والسير بها إلى الأمام نقرأ في واشنطن بوست مقال الناشطة اليمنية توكل كرمان بعنوان بايدن تعهد بوقف دعم الحرب على اليمن وعليه الوفاء اليوم وقالت بعد سنوات عجاف من حرب بالوكالة يعاني عشرون مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي ويخيم شبح المجاعة على عشرة ملايين آخرين ما يزيد عن ثمانين في المئة من اليمنيين اليوم تحت خط الفقر يتوجب الآن على بايدن أن يفي بوعوده بإنهاء الحرب فورا وتضيف كرمان الدور الذي لعبته أمريكا في هذه المعاناة كان عبر دعمها التحالف التي تقوده السعودية وتحقيق السلام في اليمن يحتاج إلى قرار بوقف بيع الأسلحة وإبقاء الموانئ مفتوحة لتجنب أزمة أخرى في ميناء الحديدة والمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا وداء الكوليرة وتختم بالقول كما يتعين على الرئيس ممارسة أقصى قدر من الضغط على الحوثيين للتراجع عن انقلابهم والعودة إلى ما اتفق عليه اليمنيون سابقا في مؤتمر الحوار الوطني وعلى إيران أن توقف تدخلاتها في اليمن وأن توقف أيضا إمداد الحوثيين بآلات الموت في جريدة المدن الإلكترونية كتب ساطع نور الدين عظة بايدن ووصية ترامب وقال لم يصبح دونالد ترامب من الماضي ولن يكون جو بايدن هو المستقبل هي مجرد استراحة محاربين مرحلة انتقالية بين حربين تحسم نتيجتها بعد أربع سنوات ويضيف مر حفل التنصيب بسلام فقط لأن الرئيس السابق قرر أن يكبح جموحه كان يمكنه أن يشاغب أن يخرب أن يشتم أن يطيل التحريق الصاخب في سماء واشنطن أن يرمي أكياس النفايات من الطائرة على مبنى الكونغرس مثل هذا السلوك هو أقرب إلى شخصيته وطبعه وأشار إلى أن بايدن في خطابه تجرأ على ذكر المخاطر الثلاثة التي تهدد أمريكا وأمنها واستقرارها اليوم نزعة التفوق الأبيض والإرهاب المحلي والعنصرية كذا يقول لأن الصدع الأمريكي أعمق مما هو ظاهر للعيان ورأى الكاتب أن أربع سنوات كاملة يمكن أن تغيب فيها أمريكا عن المسرح العالمي ستكون أربع سنوات دولية صعبة لأنها ستطلق العنانة لدول كبرى مارقة أو حاقدة لتدعي الزعامة الدولية ولتتنافس على انتزاع النفوذ الأمريكي المتضائل في مختلف أنحاء العالم إلى العربي الجديد ومقال ياسر أبو هلالة بعنوان المعركة بدأت مع الترامبية عربيا يقول فيه خلف ترامب كثير من الدمار والاستقطاب ونذر الاحتراب الأهلي لكن ذلك سينتهي في ظل تماسك المؤسسات وسيادة القانون ووجود الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية لدى النخب السياسي الأمريكي وأضاف الكاتب بالنسبة للأمريكيين خسروا وربحوا منه ولولا كورونا لا أعيد انتخابه خسارتنا نحن عربا ومسلمين صافية بلا أرباح صحيح أنه تعامل مع المنطقة بمنطق السطو والنهب والابتزاز لكن ما هو أخطر من ذلك نجحه في تعريب الصهيونية وأسلمتها وتوطينها خارج حدود الأرض المحتلة ويخدم الكاتب قائلا التجويف والخواء لدى جيل من الزعامات العربية لا يعرف شيئا عن تاريخ أمته ولا عن دورها في الحضارة البشرية ولا يشعر بالانتماء إلى أرضها وناسها جعلهم ينتشون بالتواصل مع ساكن البيت الأبيض ويؤمنون بما يمله عليهم متناسين أنه آفل وأن الباقي هو الشعوب والجغرافية في شأن آخر نقرأ في الشروق الجزائرية مقال رشيد ويلد بوسيافة بعنوان بيننا أنهار من الدماء الاعتذار لا يكفي رأى فيه أن المقترحات التي تنوى لها المؤرخ بن يمين ستورا في تقريره إلى الرئيس الفرنسي والتي تدور حول قضايا هامشية وجزئية في ملف الذاكرة تخفي رغبة جامحة لدى الفرنسيين في تلميع الماضي الاستعماري الأسود في الجزائر وتميع المطالبات في أوساط النخب الجزائرية بالاعتراف والاعتذار والتعويض وبحسب الكاتب لا يمكن للماضي البشع لفرنسا أن يمحى بهذه البساطة واستمرار التبجح الفرنسي بالتأكيد كل مرة على رفضها الاعتذار عن هذا الماضي إنما يعود إلى ضعفنا وترددنا في المطالبة بإعادة منهبة فرنسا على مدار قرن واثنين وثلاثين سنة والتعويض عن الأرواح التي حصدتها والمجازر التي ارتكبتها ويضيف لذلك كله فإن الاستمرار في معالجة ملف الذاكرة بهذه الطريقة جريمة أخرى ترتكب في ماضينا القريب للبعيد نهاية فقرة الصحافة مشاهدين نستكمل الآن باقي فقرات الظاهرة ترجمة نانسي قنقر